تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 896 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط قرابة 158 طن كما تمضبط 57 طن أسمنت وحدي تسليح في مجالي الحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمية لمواد البناء وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأعلى من السعر الرسمية للأرز الأبيض تمضبط قرابة 636 طن كما تمضبط قرابة 103 أطنان في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمية للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز تمضبط 925 قضية من بينها 226 قضية خبز ناقص الوزن و254 قضية خبز غير مطابق للمواصفات